فإن الله قد أمرهم أن يدعوه فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين انظر كيف قال عن عبادتي مما يدل على أن الدعاء عبادة بعث الله جل وعلا بعض علماء الشريعة في هذه الديار من أجل أن يردوا الناس إلى التوحيد وأن يعرفوهم بالواجب تجاه إفراد الله في العبادة ومن أمثلة ذلك أنهم كانوا يتوجهون بدعائهم لعدد من الأولياء ومن أهل البيت فكان علماء الشريعة ينهونهم عن ذلك ويأمرونهم بأن يجعلوا دعاهم لله وحده فإن الله قد أمرهم أن يدعوه فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين انظر كيف قال عن عبادتي مما يدل على أن الدعاء عبادة وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وبينوا لهم أن صرف الدعاء لغير الله نوع من أنواع الإشراك ومما يخالف النصوص كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وكما قال سبحانه ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وحينئذ بعث الله جل وعلا هؤلاء العلماء ليرشدوا الناس إلى ما فيه الخير والهدى انطلاقا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله جل وعلا يبعث على كل رأس قرن من يجدد لهذه الأمة دينها كما رواه الإمام وأبو داود رحمه الله تعالى اشتركوا في القناة